أسابيع قليلة تفصيل المصريين عن سباق رئاسي تنفس فيه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد مصطفى موسى أما عن انتخابات 2018 الرئاسية فإنها تعد رابعة انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر وثالث انتخابات رئاسية أيضا بعد ثورة الخامس والعشرين من شهر يناير كانونا الثاني الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت موعدها الذي كان مقررا في الفترة الممتدة ما بين الثامن من فبراير شباط حتى الثامن من أيار مايو وطلقت الهيئة طلبات التراشح في العشرين من يناير كانونا الثاني ولمدة عشرات أيام تجري الانتخابات الرئاسية في مصر باستخدام نظام الدورتين وبحسب الدستور يجب أن لا تبدأ إجراءات الانتخاب قبل أكثر من مائة وعشرين يوما من تاريخ انتهاء فترة الرئاسة الحالية التي تنتهي في السابع من حزيران يونيو على أن تعلن النتائج في موعد أقصى ثلاثين يوما قبل تاريخ الانتهاء من فترة الرئاسة المنتهية حدرت الهيئة العليا للانتخابات أياما السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر من مارس أذار لتصويت المصريين في الخارج من خلال مائة وتسع وثلاثين لجنة انتخابية في سفارات وقنصليات مصر المختلفة في أربع وعشرين دولة على أن يبدأ التصويت في الداخل بتاريخ السادس والعشرين ليستمر حتى الثامن والعشرين من الشهر نفسه على أن تعلن النتائج في الثاني من أبريل نيسان وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من خمسين في المائة من الأصوات في الجولة الأولى تجرى جولة إعادة ما بين الرابع والعشرين والسادس والعشرين من الشهر ذاته ويتيح الدستور المصري انتخاب الرئيس لفترتين تمتد كل منهما أربع سنوات ووفقا للمادة 140 من الدستور فإنه لا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة